السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام قد لا يزعجنا القول ولكن يؤلمنا القائل ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع واحدة ميتة وشها كله مليان بالجروح وفجأة بتفتح عينها وبتصرخ وكأن في حد بيهجم عليها وفي اللحظة دي بيتفوق واحدة اسمها لارا من الكابوس المرعب ده وبنعرف ان الست اللي كانت بتحلم بها دي تبقى أمها وبتفضل لارا تعيط علشان افتكرت أمها وبعدين بتقوم تشرب من التلاجة لكن فجأة بتتنقل لعالم موازي وبتشوف ست قاعدة على مكانة خياطة وبتبقى عايزة ترجعها لمضيها الملعون وطبعا لارا بتبقى مرعوبة وبترفض كلام العجوزة فبتقول لها العجوزة انها لو ما وفقتش هتاخد بنتها مكانها لكن لارا بتستغرب لانها ما خلفتش أصلا وما فيش ثواني وبتلاقي العجوزة عملت فستان لطفلة وبتخيلها انها مقاطع من لحمها والحسن حظ لارا ان عمتها بتنادي عليها فبتفوق لارا وبتروح لها القوضة وبتكون عمتها مسنة ورقدة على السرير دايما ولما بتشوف لارا وهي مرعوبة بتعرف ان اللعنة القديمة رجعت تطاردها تاني وبتوصي لارا انها تبقى قوية علشان الروح الملعونة ما تسيطرش عليها وبعدين بتروح لارا عيد ميلاد زبونة عندها كانت عاملالها فستان اسمها كلوي ولما بتشوف لارا مظاهر الاحتفال ملامح وشها بتتغير خصوصا انها افتكرت عيد ميلادها وهي صغيرة اللباص بسبب العاصفة وجدتها المرعبة وبتقطع لها حتى من شعرها بالمقص بعدها بترجع لارا للحفلة وقت ما نيكولاس جوز كلوي بيروح لها يتعرف عليها وبيعرفها ان كلوي فرحانة بالفستان وما بطلتش كلام عليها من ساعتها وفجأة بيجي واحد يخبط على ظهرها وبيقول لها نيكولاس ان داي بقى داستن قريب كلوي وبيكون عنده توحد اما كلوي بعدها بتروح تتدلع على نيكولاس قدام لارا وبتخليها ترقص معا كمان علشان تبين للناس انها بتعطف عليها وبتمشي لارا في عز الليل بعدما الحفلة بتخلص وبتشوف ست واقفة في الطريق وبتقاف لها فبتروح لها الست دي تطلب منها فلوس علشان تجيب حاجة تكلها بس لما بتدور لارا على المحفظة بتعرف انها نسيتها في الحفلة وبتلف تعتذر للست لكن بتتصدم من مظهرها الدميم المرعب وبتصرخ بعيل وسطها في الوقت دا بنلاقي نيكولاس وكلوي في البيت وبتقترح كلوي انها تعزم لارا واشريك نيكولاس على العشاء علشان يتعرفوا على بعض وبنلاحظ على نيكولاس انه غيران على لارا لكن ما بيعرفش يرفض علشان كلوي ما تلاحظش وتاني يوم بتبقى لارا شغالة وبتسمع عمتها بتنادي عليها فبتروح لها وبتلاقيها بتقول لها انها حاسة بالروح الملعونة بتطردهم وبتوصي لارا تاخد بالها من نفسها وبتفارق الحياة فبتفضل لارا تعيط عليها وفجأة بتعرف انها بتتخيل لما عمتها بتفتح عينيها وبتقول لها تفتح الباب علشان بيخبط فبتروح لارا تفتح الباب وبتلاقي نيكولاس جاي لها علشان يجيب لها المحفظة بتاعتها فبتشكره بتخليه يدخل ولما بيلاحظ صورتها مع أسرتها بتعرفه انها الصورة الوحيدة ليها مع أمها وانها توفت لما كانت هي عندها 14 سنة وفي اللحظة دي بتدخل الروح الملعونة قضت عمتها وبتطفي عليها النور وبتطلع ترائب لارا نيكولاس بيطلب من لارا تعمله بدلة فبتاخد المقاسات بتاعته وهو بيستغل الفرصة وبيقرب منها لكن لارا هي اللي بتتخيل كده وبعدين بيقعدوا مع بعض وبيعزمها نيكولاس انها تخرج تتعشى معاهم بعدها بتروح لارا تجيب البنات وبتاخد البلونة من أختها الصغيرة وبتضربها بيها فبتتعصب لارا جدا وقبل ما تزعق للبنت بيظهر قدامها شكل مخيف في المراية وبتصرخ من رعبها وبتهدي البنات بعدها وبتاخدهم تروحهم بعد كده بتروح تتعشى مع كلوي ونيكولاس وبعد شوية بيجي شريك نيكولاس وبيقعد جنب لارا وبيعملها كأنها بنت مش كويسة زي البنات اللي بيعرفهم فبيلاحظ نيكولاس انها تضيقت وبياخد شريكو يشربه سجارة برة وبيطلب منه نيكولاس انه يعملها كويس لانها محترمة لكن شريكو بيصمم على رأيه وما بيرضاش يغير معاملته مع لارا فبتسيبهم وبتمشي وبيطلع نيكولاس وراها علشان يصالحها لكن هي بتسيبه وبتروح تركب عربيتها وبتفضل تعيط من بشاعة الموقف اللي تحطت فيه في اليوم اللي بعده بتروح لارا البيت عند كلوي وبتقول لها كلوي انها عاوزة تعرف هي نفسها في ايه فبتعرفها لارا انها نفسها تتجوز وتكون اسرة سعيدة بس كلوي ما بيجبهاش الكلام وبتسيبها وبتمشي وفي الليل بتصحى لارا تلاقي امها قاعدة قدامها وبتفرح جدا وبتروح تحضنها وفجأة بتلاقي وشها تحول لمسخ دميمو بتصرخ وساعتها بتفوق من الكابوس ده وبتلاقي الكرسي اللي وراها بيتحرك وتاني يوم بتروح لارا حفلة التبرعات بتاعت كلوي وبتجيلها كلوي معاها داستين وبتعرض عليها انها تهتم بيه مقابل الفلوس فبتوافق لارا وبعدين بتطلع لارا تقف لوحدها في البلكونة وبيطلع نيكولاس وراها وبيعبر لها عن اعجابه بيها واعاوز يقرب منها لكن لارا بتبعده عنها وبتسيبه وبتمشي وفي نفس اليوم بالليل بتوصل للحفلة واحدة جمالها ساحر وبتلفت نظر كل الموجودين اما لارا فبتحس ان شكلها مش غريب عليها وبتقرر تمشي من الحفلة وشريك نيكولاس قرر انه لازم يروح يتعرف على الست دي ولما بيتعرف خلاص على الست وبيمشوا من الحفلة علشان يقضوا وقت لطيف مع بعض بس الست دي بتاخدوا بعربيتها المكان ضلما في وسط الغابة وبتستغل جمالها علشان تخليه ينزل من العربية وبعدين بتقرب منه لكن فجأة بتعضوا في رقابته وبتقطع حتة من لحمه وهنا بنعرف انها الروح الملعونة وعاوزة تخلص عليه علشان دايق لارا وبتوقعوا على الارض وبتفضل تضرب فيه بوحشية لحد ما بتقطع رقابته وبتاخدها وبتمشي بعدها بيوم بتروح لارا تقعد مع البنات لحد ما امهم ترجع وبتقرب لارا من البنت الكبيرة بتتمرجح لانها شفتها متدايقة علشان الاكس بتاعها ماشي مع صاحبتها ومرة واحدة بيلفوا ظهرهم ما بيلقوش البنت الصغيرة فبتتجنل لارا وبتفضل تدور عليها في الغابة زي المجنونة لحد ما بتشوفها وقفة مع الروح الملعونة وبتحاول تجري عليها لحد ما التعويزة بتتفك وبتروح تاخد البنت في حضنها وبتطمن البنت انها مش هتخلي الروح الملعونة تأذيها بس بتتصدم لارا لما البنت بتقول لها انها عوزاها هي وتاني يوم بتبقى لارا بترتب الفستين اللي هتسلمها ومرة واحدة بيطلع داستن من وراها وبيخضها بس بتلاقي جايب لها وارد وبعده بيدخل نيكولاس وبيعرفها انه جابه معاه علشان يقيس البدلة بتاعته فبتدهاله لارا يقسها وبتروح تغطي داستن لانه نام على الكنبة بعد كده بيقس نيكولاس البدلة وبتعجبه وبيقرر انه يعترف بحبه اللارا وما بيسبهاش المرادة غير لما بيدخله في علاقة ولما بيمشي بتدخل لعمتها علشان تأكلها وبتيجي سيرت امها فوسط الكلام وبتعرف عمتها انه امها وحشتها اوي ونفسها انها ترجع القرية بتاعتهم علشان تموت ابوها بسبب اللي عملوا زمان لكن عمتها بتحاول تحنن قلبها عليه ومع ذلك بتصمم لارا على رأيها لان اللي عملوا ما كانش قليل وفي اللحظة دي بتفتكر لارا لما كانت امها بتسرح لها شعرها وبيسمعوا صوت ابوها داخل عليهم فبتخليها امها تجري على القوضة وتقفل على نفسها وبتسمع ساعتها ابوها وهو بيتهم امها انها بتخونه مع صاحبه وما بيرضاش يصدقها لما بتدافع عن نفسها وبيفضل يضرب فيها الحد ما بيشوه وشها وبيخلص عليها ساعتها بتطلع لارا تشوف امها وبتبقى مصدومة وبييجي ابوها كمان يبعدها عن امها وبعدها بنلاقي لارا قاعدة على السرير وبتسمع داستن بيعيط برا وبتطلع تفتح الباب بتلاقيه قافل عليها وبعد ثواني بيفتح الباب وبيقول لها انه مش عاوز يروح فبتتصل بكلويد تيجي تاخده وداستن ساعتها بيقفل الباب ولما بترفع لارا سماعة التليفون هو اللي بيرض عليها والباب بيتفتح وراها وبتدخل الروح الملعونة وبتحط ايديها على ظهر لارا ولما بتحاول لارا تقومها بتاخدها الروح الملعونة للعالم الموازي وبتفتكر لما كانت جدتها بتقطع شعرها وبتعذبها علشان تعمل عليها سحر وعلشان كده بتقوم تاخد المقص وبتموت جدتها بطريقة شنيعة وبتفوق لارا ساعتها بتلاقي نفسها قاعدة قدام عميتها وهي فقد الوعي تماما وبتعرفها انها ما بقتش عارفة تفرق بين الحقيقة والخيال وهي بتعيط وبتروح بعدها تحفر في الارض جنب جسة امها وبتلاقيها لسه صاحية وساعتها بتقوم لارا من الكابوس المرعب ده من وقت ما كانت مع نيكولاس معنى كده ان اللي حصل ساعتها كان حلم وبتفضل تعيط وبتقول لنيكولاس ان امها ادفنت وهي لسه عيشة علشان كده نيكولاس بياخدها يخرجها تاني يوم وبتبقى لارا مبسوطة انه معاها وبتلف على ايده خط من القرية القديمة بتاعتها علشان يفضل يفكر فيها وبتعرفه انها عاوزة تنسى القرية بتاعتها لانه ما كانش فيها حاجة كويسة غير امها ولما بيسألها نيكولاس عن ابوها بتفتكر اليوم اللي موت فيها امها وخدها حبسها في قوضة ظلمة ومن الوقت ده روح جدتها استولت عليها وهنا بنعرف ان جدتها ميتة من قبل ما هي تتولد اصلا بعد كده بترجع لارا للبيت وبتسمع عمتها بتصرخ فبتجري عليها وبتلاقي دستن واقف معاها وعمتها بتقول لها انه بداية اللعنة هتبدأ من عنده لكن لارا ما بتبقاش فهم كلامها وبتاخد دستن وبتخرج من القوضة ولما بيطلعوا بتزعق له علشان دخلاها فبيعرفها دستن انه دخل لانه شم ريحة وحشة في القوضة فبتفهموا لارا انها تعبانة وبعدين بتبص على ايده وبتلاقي لابس الهدية اللي بديتها لنيكولاس وبتتخانق معاه علشان مفكرة سرقها منه بس دستن بيتدايق وبيقول لها انه ما بيسرقش وبالليل بتبقى لارا بتسرح شعرها في القوضة وبتسمع دستن بيقلب في حاجة ولما بتطلع له بتلاقيه ماسك الكتاب بتاع جدتها فبتاخده منه تقفله وبتعرفه انه كتاب ملعون لانه مكتوب بدم عيلتها كلها وبتفتكر وقت ما روح جدتها كانت بتعورها في رجليها وبتاخد الدم تكتب بيه في الكتاب وما بتقدرش تكمل كلام معاه وبتعيني الكتاب وبعد 8 شهور بنلاقي لارا بقيت حامل وتعبانة من الحمل فبتتصل بالدكتورة ولما بتجيلها بتطلب منها انها ترتاح وما فيش ثواني وبيوصل نيكولاس وبيطلع يوصل الدكتورة وبيطلب منها ما تعرفش حد انه يبقى جوز لارا لانهم متجوزين في السر وبيدخل بعدها يتطمن على لارا بس لما بتجيله مكالمة شغل بيعرف لارا انه هيمشي فبتفضل لارا تعاية لانه ما بقاش مهتم بيها زي الاول ومع ذلك برضو نيكولاس بيسيبها وبيمشي وبالليل بتسحى لارا من النوم لما بتسمع صوت طفل بيعيط وبتطلع من البيت تلاقي طفل متغطي بس لما بتشيل الغطى من عليه بتلاقيه مسخ دميم وبتصرخ بصوت عالي وبتسحى من النوم مفزوعة وخايفة على طفلها انه يبقى بالشكل ده ولما نيكولاس بيروح لها بتفكروا بالايام الحلوة اللي قضوها مع بعض وبتعرفوا انه تغير معاها وبتفضل تعيط في اليوم اللي بعده بيصحوا الاتنين على صوت الباب بيخبط وبيبقى نيكولاس خايف انه حد يشوفه عندها وبتقوم لارا تفتح الباب وبتلاقيها صاحبة كلوي وعاوزة تفصل فستان فبتدخل القضى بحجة انها تلبس هدومها وبتقول لنيكولاس انها هتاخدها المطبخ علشان يعرف يخرج لكن بيتأخر نيكولاس وهو خارج والست بتشوفه وبتتهم لارا بالخيانة وبتقول لها انها هتقول لكلوي على كل حاجة لكن بعدها لارا بتتخيل الست دي اكنها شيطان وعاوز يفتح بطنها وتاخد الطفل لكن لارا بتجمع قوتها وبتزقها على الارض وبتلاقي الست رجعت لطبيعتها تاني وبتبقى مرعوبة من الروح الملعونة اللي جوه لارا وبتجري من رعبها وبتركب العربية وبتهرب لكن حركتها بتتشل وبتزيد سرعة العربية وبتعمل حدثة وفي اليوم التاني بتحس لارا بتعب وبتتصل بالدكتورة لكن الروح الملعونة هي اللي بترد عليها ومفيش ثواني وبيقع الكتاب الملعون وراها فبتتعصب لارا وبتخبط دماغها في مكانة الخياطة وبتتعور في دماغها وبتفضل تصرخ علشان تقاوم اللعنة لدرجة ان الازاز بيتكسر بعد كده بتجيلها مكالمة من صاحبة الست اللي ماتت وبتفضل تهزقها لانها عرفت انها تجوزت نيكولاس بس لسوق حظ الست دي قبل ما تخلص المكالمة بتظهر الروح الملعونة قدامها وبتخلص عليها وبتروح بعدها لارا الشركة عند نيكولاس وبتلاقي معاه واحدة في المكتب فبيطلع نيكولاس معها وبيقول لها ما تبينش حاجة في كلامها علشان السكرتيرا ما تقولش لكلوي وبيخليها تمشي فبترجع لارا من عنده مأهورة وبتشتكل عمتها انه بيخونها فبتهديها عمتها وبتفكرها براقصة البلية اللي كانت لابسة قناع مرعب وكانت جاية مخصوص علشان تفرحها وبالليل بتيجي الدكتورة تقعد معاها يتكلموا مع بعض وفجأة الدكتورة بتضحك بطريقة مرعبة وبتختفي فبتطلع لارا تدور عليها برا وبتلاقي الروح الملعونة مسيطرة عليها ومخليها تمسك مأص في ايديها وبتغرزه في رجليها من غير ما تحس وبتقول لارا انها ممكن تسيبها في حالها بس لازم تسلم لها طفلها في المقابل فبتصرخ لارا في وشها وبتقوم الدكتورة تهرب منها وفي اليوم اللي بعده كلوي بتتصل بيها وبتقول لها انها تعبانة ومحتاجاها فبتروح لها لارا بسرعة وبتلاقيها قاعدة في السرير وبتقول لها انها عرفت انها متجوزة نيكولاس لانها سمعته بيقول اسمها وهو نايم وبتطلع كلوي المسدس من تحت المخدة وعاوزة تخلص عليها لكن لارا بتهجم عليها الاول وبتاخد المقاص اللي جنبها وبتفضل تطعم فيها لحد ما بتموتها وبترجع البيت بعدها بتلاقي جسة عمتها عفنت وبتفضل تعايت وبتروح تفتح الباب لما بيخبط ونيكولاس بيدخل يزوق الباب وبيوقعها في الارض وبيفضل يضربها لانها موتت كلوي بس بيبن ان هو وداستن شخص واحد اما لارا فبتلحق نفسها وبتطلع المسدس اللي خدته من كلوي وبتضربه طلقة في دماغه وبتقوم تهرب وسط الشجر في الغابة وهنا بتسترجع لارا الاحداث وبتعرف انها من الاول حبت داستن مش نيكولاس وان عمتها ماتت بقالها فترة علشان كده الجسة تحللت وبتعرف كمان ان اللي ببطنها يبقى ابن داستن وان الست اللي ماتت شافت داستن وهو خارج من عندها ولما راحت لنيكولاس الشركة تطلب مساعدته وخلتها تمسك المقص وتموت نفسها علشان تنتقم منه وبتفضل تعيط وتصرخ لانها مش مصدقة انها موتت الناس دي كلها وهي مش حاسة وبتقرر انها تنهي حياتها بأديها وبتلاقي مرجحة فبتربط رقابتها بالحبل وبتشنق نفسها لانها ندمانة على كل اللي عملته وبعد كده بتيجي روح جدتها الملعونة وبتفتح بطنها بالمقص وبتطلع الجنين وبتاخده وبتمشي وبكده بينتهي في الميناء النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم